على الآيات والذكر وفي فيض من العتري نفحات عطرة من طيب النبوة تنير مآثر الفكر وإشراقات مضيئة من مشكات الرسالة في فيض من العتري ننطلق فيها من عبق السنة المطهرة تنير مآثر الفكر لننتمس طريق الفلاح في أجواء الشهر الكريم ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري نفحات نبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاني تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه الحديث رواه البخاري ومسلم في زمن الفردية الطاغية في هذا الزمن الذي يقول كل إنسان فيه نفسي نفسي ولا يهمني ما يحدث للناس ولا يهمني ما يكون للآخرين هناك رابطة إسلامية قوية عقدها الله عز وجل بين المسلمين وأراد منهم أن يلتزموا بها ويحيوا حقوقها ويعيشوا آدابها في حياتهم كلها إنها رابطة الأخوة في الله هذان اللذان يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هما رجلان ارتبطا بهذه الرابطة حين نقول رجلان يدخل في ذلك امرأتان أيضا ارتبطا بهذه الرابطة فكان بينهما حب في الله وكان بينهما التزام بالأخوة في الله عز وجل مجتمع إلا لله وما تفرق إلا لله ولذلك فنحن نسميها الأخوة في الله ونقصد بذلك أنها ليست أخوة بسبب النسب أو المال أو الجاه أو السلطة أو الاعتزاز بالآخر لا إنما هي أخوة يراد بها وجه الله عز وجل أن تكون مع أخيك الذي تربطك به رابطة الإسلام أن تحبه أن تكون معه كالجسد الواحد أن يكون بينك وبينه موالاة ومحبة ونصرة وهو مقتضى عقيدة الولاء والبراء المعروفة في عقيدة الإسلام هذه الأخوة في الله لها مجموعة من الآداب كثيرة جدا يصعب علي الآن أن أحيط بجميعها منها مثلا السلام إذا لقيت أخاك المسلم تسلم عليه منها المحبة وهي محبة قلبية ويظهر أثرها على الجوارح بحسن الخلق بالتعامل الحسن بالنصرة بالمساندة بالمواساة بالإحسان بالبر وغير ذلك من الأمور ثم هذه المحبة من المشروع في السنة الإخبار بها كما ثبت إذا أحب أحدكم المرأة فليخبره أنه يحبك كأن يأتيه ويقول له مثلا أحبك في الله ولا يكون ذلك من الألفاظ المبتذلة التي اعتاد الناس على ذكرها ولا يعتقدون حقيقتها وإنما نريد حبا في الله حقيقيا ونريد إخبارا بهذا الحب حقيقيا مبنيا على أساس سليم في القلب لا أن يقول أحبك في الله ثم هو في قرارة نفسه لا يعتقد ذلك هناك البشاشة أن تلقى أخاك بوجه انطلق هناك التبسم تبسمك في وجه أخيك صدقة هناك حسن الخلق في التعامل معه هناك السؤال عن حاله هناك المبادرة إلى إعانته في حوائجه حتى قبل أن يطلب ذلك منك فهذه مرتبة عليا وهي مرتبة أن تسعى إلى حوائج أخيك وأن تسعى في حوائج أخيك قبل أن يسألك عن شيء منها إلى غير ذلك من الحقوق والآداب الكثير نريد أن نطبق هذه الأخوة في الله فيما بيننا وليبدأ المسلم بأقرب الناس إليه في عمله في تجارته في حيه بين جيرانه وليكن هؤلاء إخوة له في الله ثم ليوسع الدائرة ما شاء فإن هذه الدائرة لا حدود لها في الجغرافية وإنما حدودها العقيدة عقيدة التوحيد هذا آخر ما نذكره في هذه الكلمة المتعلقة بالأخوة في الله وإلى لقاء مقبل بإذن الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر